تنظم العاصمة الفرنسية باريس معرض الإبرة والخيط بالتزامن مع صالون الإبداع والمعرفة المعرض يشمل الحياكة والنسيج والتطريز بمشاركة العديد من العارضين من مختلف بلدان العالم التفاصيل في تقرير مراسلتنا في باريس عاصمة الموضة وعروض الأزياء باريس تحتفل بالإبرة والخيط في معرضها السنوي بحضور 250 عارضا من جميع أنحاء العالم للمستلزمات الإبداعية والفنية وأكثر من ألف ساعة من ورش العمل والحياكة باريس هي عاصمة الموضة وهنا مكان الأياد الصغيرة لن نرى فساتين جميلة معروضة ولكننا نرى أقمشة التي استخدمت لصنع الأزرار عرق اللؤلؤ والتفاصيل الصغيرة والدانتيل ويحضر كل هوات الخياطة والحياكة لدينا المزيد من الشباب الزائرين للمعرض لأن النماذج المعروضة في الحياكة أو الخياطة هي أكثر حداثة وأكثر تناغما مع العصر فقد كانت الأنشطة تقليدية بعض الشيء والآن تظل التقنية كما هي ولكن النماذج تتغير أربعون ألف زائر من هوات الإبداع اليدوي يجدون مصدر إلهام لهم في عروض الخياطة والحياكة والتطريز والكروشي والنسيج ويستفيدون من التدرب مع محترفين دوليين للاستفادة من التقنيات الجديدة في هذا القطاع سابقا كان لدينا الكثير من كبار السن أو في سن معينة يأتون لصنع ملابسهم أما الآن فهناك الكثير من الشباب المهتمين بالخياطة والذين يأتون لزيارتنا يمكننا الحصول على المساعدة في الخياطة بحيث أن الخياط الذي يريد العمل بقماش موسيلين فعليه فقط أن يكتب على الآلة أنه سيستعمل هذا القماش وهنا ستقوم الآلة بنفسها بتعيين نوع الغرز وطول الغرز وشدة الخيط ليس لديه الكثير لفعله يسروني كثيرا القيام بالخياطة بنفسي وفي الحقيقة هذا مريح جدا ويدعو للإسترخاء ونجت حتى رجالا يتوجهون لعمل الحياكة أكثر فأكثر ولإضفاء المتعة إلى المعرض تقام بطولة الحياكة الفرنسية السريعة لسنة السابعة على التوالي ويبقى الهدف هو تشجيع الحرف اليدوية والإبداعات الفنية يحظى عشاق والحياكة والتطريز بفرصة لمشاركة شغفهم والاستمتاع بالمعروضات الإبداعية في معرض يحرص على المحافظة على هذا النوع من الفن على مدى أجيال فاطمة بالعيد تلفزيون مملكة البحرين باريس